فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث فضلت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة بثلاث جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة قال أي حذيف من اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطيت هذه الآيات يقصد الآيات من أواخر سورة البقرة لله ما في السمواته وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذه الآيات أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي إذا نفضلت هذه الأمة بثلاث الأمر الأول جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا في كل مكان نعبد الله عز وجل وكل مكان هو طاهر لنا بالعبادة ولما نتكلم عن حالة السجود يعني نحن نشأ الساجد ونشأ المساجد فهي هذه الأرض معمورة بالذكر وبالطاعة وبالخير وجدنا هذا أيام منكلاب تركيا المآذن كلها ارتفعت وأصبحت تؤذن وتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى كانت أثر كبير في حركة الناس وفي قوة الناس وفي تثبيت الناس جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا إيش يعني كلمة مسجدا كل الأرض مسجد نسجد لله ونتعبد لله ونقيم العدل في الأرض لأنه ما قيمة الإنسان الساجد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموكر هذه الأرض من بعد السجود ومن بعد العبادة من محراب الصلاة إلى محراب إيش إلى محراب الحياة والشيء الثاني جعلت صفوفها على صفوف الملائكة نحن لما نصلي صفوف منظمين ومرتبين مثل صفوف الملائكة عند الله عز وجل في الآخرة فهذه الأمة تتعلم النظام ولا مش معقول نحن في الصلاة كتفنا بجوار بعض ولينه بين يدي إخوانكم ومنتظمين وشكل واحد لما نشوف الآن في الحرم ولا في المدينة ولا في المسجد الأقصى ولا في المساجد الضخمة والكبرى صفوف ومرتبة كذلك نحن في نظام الحياة ناس مرتبون ومنظمون ومهيئون ونحافظ على مواعيدنا ونلينه في يدي إخواننا ونحن للمين الصفوف ولا ما معنى أن الناس ما شاء الله صافين في المسجد لكنهم في الطوابير فوضى ومتخاصمين في المطارات وفي الشركات وفي المؤسسات وفي الأمال منتظمين في أوقاتهم في الصلاة كذلك منتظمين في أوقاتهم في أعمالهم ومشاريعهم إذا تعلمنا هذه الأمة هذا المعنى والأمر الثالث الذي أخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم فضل القرآن والقرآن كله عظيم لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بوحي الله له أن هناك آيات من تحت العرش أواخر سورة البقرة لم يعطها نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة وجليلة وكريمة آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمنور ثم الدعاء في أواخر هذه الآيات هي من ضمن أذكارنا في الصباح وأذكارنا في المساء العمق فيها والتأمل والتدبر كله مما يحيي هذه الأمة ويبين فضلا